نقول ريادة الأعمال فيها ثلاث فصول أول فصل أنه فيه ابتكار ففيه شيء يديد غير مسبوق موجود اثنين فيه فرصة تجارية مختلفة ثلاثة فيه رفض للنسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد القديمة في نمطية المال وكذلك رفض للسلوك النفسي القديم والمخاوف تجاه الأعمال الحرائي فرادة الأعمال باختصار شخص عنده جانب ابتكاري فيه فرصة معينة ومن خلال هذا الأمر رفض العرف الاجتماعي بالوظيفة رفض كلام الناس رفض أن الناس تخرع أو تخوفه من إقدام على أداء هذه الفرصة فهذا راعدة الأعمال لذلك راعدة الأعمال هو الشخص الذي دخل رقم واحد للسوق وفتح الأسواق هذه الذي بعده لا يسمى راعدة أعمال يعني اليوم لو نأخذ مثلا أول واحد بدأ في البرجر ما نداكر اسمه تمام وهو يعتبر راعدة أعمال اليوم بعده نفتحه بيرجر أو بيزا كونسيبت مقلدين هذي لا أصحاب مشاريع صغيرة صاحب مشروع صاحب مشروع لذلك يمكن أن يكون الشخص على رأس عملي وهو يكون صاحب مشروع صغير نحن للأسف في الكويت وحتى في الدول الخليجية راعدة الأعمال قد يكون ابن تاجر حاطة البراند نيم هذا أو أنه واحد سوى مشروع قد يكون عصير بالجمعية مثل نفسه راعدة أعمال وهذه القصص طبعا نحترمها ونقدرها لا تعب في تقصد لا تعب في التقصد في السوق يعني عادة ريالة الأعمال أنك مجرد تدخل على سوق معين في أسواق تفتح بعدها يعني اليوم مثلا نأخذ أوبر أوبر يوم فتحوا سوق السيلف هلب تاكسي تمام نفتح وبعدها يمكن خمس ستة أسواق لفت وغيره بالضبط وفود وغيره فأنت اليوم شون تدخلين إلى السوق وتكوني فرص حولها إيكيا ومفتح سوق مثلا الفيرنوتشر بي كونسبت مالة فتح أسواق الدليفيري والباكب يعني فيه واحد في بريطانيا صار مليونير بس من تركيبة ثلاثة إيكيا فشلون أنت اليوم تدخل السوق بفكري يديد ليقوا اليوم يوم داشوا السوق بي كونسبت معين شلون فتحوا السوق وبدأت لعبة خنقول التركيب وتصير لها بالضبط فعندنا وايض أفكار لها خصوصية لأعمال فهي لها ندرة ولها كذلك فرصة يشوفها الشخص لذلك اليوم بالكويت عندنا مشكلة أننا لازم بريطة الأعمال أو مشاريع صغيرة ومقرونا بالشباب عيسى ما نقعد في مكان يقولون شاب الكويت والمشاريع الصغيرة ما لا علاقة في الموضوع عالمياً يبدأ بريطة الأعمال يبدأ بعمر أربعين سنة